أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقديم شكاوي لمحاكم الإسرائيلية بالنيابة عن خمسة أطفال تعرضوا لسوء المعامل والتعذيب خلال احتجازهم في سجن الجلمة للحديث أكثر عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا من داخل الستوديو المحامي عايد أبو قطيش هو مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع على الأطفال هذول الأطفال تم احتجازهم هم كانوا في أيلول وتشرين الأول من العام الماضي الله يصبحك بالخير بداية انتضاعنا في حالة هؤلاء الأطفال بالتحديد اللي تم وضعهم في سجن وانفرادي الحركة العالمية للدفاع على الأطفال بشكل دائم بتكون بتوثيق انتهاكات لحقوق الأطفال الفلسطينيين خلال عملية الاعتقال والتحقيق الموضوع المسائلة من قبل السلطات الإسرائيلية حول الانتهاكات اللي بيكون فيها جنود أو الشرطة الإسرائيلية أو المخابرات الإسرائيلية هو موضوع يعني في وجهات نظر متعددة يعني وجهة نظر الحركة العالمية وممكن بشاركها كثير من الأهالي إنه مش مقتنعين بالنظام القضاء الإسرائيلي يعني مثلا كثيرا من نتوجه للناس بيقول لك ليش نقدم شكوى في ظل إنه ما رايح يكون فيه هناك مسائلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي صحيح لا الانتهاكات اللي بيكونوا فيها الأطفال هلأ وجهة نظرنا إحنا كمؤسسة يعني إنه ما فيه هناك يعني إمكانية يعني في حال صد كل الطرق أنتوا عم تحاولوا كمان تفتحوا الباب اللي كمان أنتوا حظوا هنا مسائلة يعني اللي دفعنا لهذه المسئلة إنه كان فيه مقابلة مع مارك ريجي في سنة 2012 في شهر واحد إنه بيحكي إنه إذا كان فيه هناك انتهاكات لحقوق الأطفال الفلسطينية لش الفلسطينيين ما يثيروا هاي المواضيع فإحنا يعني المنطلق اللي بنطلق منه إنه إحنا هنا إحنا منثير هاي المواضيع ومع ذلك السلطات الإسرائيلية ما بيسوي ولا أي إشي يعني خلال سنة 2011 وسنة 2012 الحركة العالمية قدمت 16 شكوى يعني ما حصل ولا أي إشي في هاي الشكاوى ألا بالنسبة للأطفال اللي بتم احتجازهم بشكل إفرادي تحديدا في زنزين الجلمة وبيتها تكفى يعني الهدف الأساسي هو يعني تدمير الروح المعنوية للأطفال الفلسطينيين بحيث أن الطفل الفلسطيني بعد فترة يعني بيقدم اعتراف بدون ما يكون فيه هناك أي يعني احتكاك أو تواصل مع المحقق نتاج للوضع اللي الطفل الفلسطيني بيلاقي حاله فيه يعني هو بيلاقي حاله في وضع وما فيه طرف ثاني أنه يحط اللوم عليه فعمليا الطفل بيصف في يعني في كل تفكيره أنه الوضع اللي هو موجود فيه هو نتاج ل يعني أنه المشكلة عنده يعني مش المشكلة أنه نتاج أنه فيه عامل خارج بمارس هذه الضغوطات على الطفل الخمس شكاوى اللي قدمتهم الحركة العالمية للدفاع على الأطفال هي بتتعلق بأطفال فلسطينيين أعمارهم بين 16 و 17 سنة قضوا فترات بتتروح بين أربعة أيام و 29 يوم في العزل الانفراضي في زنزين سجان أو مركز تحقيق الجلمة يعني أنا نتخيل عن أوضاعهم النفسية في هذه الحالة يعني بالتأكيد يعني مثلا إحنا قابلنا أكثر من طفل يعني وكنا نسأله كيف يعني أنت كنت يعني تقضي وقتها خلال هاي الفترات فالأطفال يعني بصفقها بلعب في اعد في شغلات موجودة في الزنزين ما في يعني أي وسيلة أنه الأطفال قضوا وقتهم فيها وطبعا كان فيه هناك أكثر من تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بموضوع التعذيب وللمقرر الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أشاروا للأثار النفسية التدميرية اللي ممكن يحدثها عملية العزل الانفرادي على الأطفال الفلسطينيين يعني الآن ومستقبلا يعني ممكن بعض الأثار النفسية ما تكون واضحة حاليا إلا أنه ممكن أنه تظهر في المستقبل ودعوه لأنه يكون فيه هناك حضر مطلق لاستخدام العزل الانفرادي ضد الأطفال الفلسطينية يعني أكيد بتتعدد حالة الدعاوة سواء كانت من نظمة حقوق الإنسان سواء كانت من بيانه من المتحدة اللي كان صدر بخصوص الحبس الانفرادي بالأخص لأطفال يعني كثير في الناس بتحكي بس أنه كيف نحكي يعني ما في رد ما في رد عليها حتى لو الكل حكى ما منسى الأثار الصحية الأثار النفسية الاجتماعية نفسها على الطفل إيش التهم الممكن أنها توجه لأطفال بهذا العمر من 16 إلى 17 سنة وإحنا حكينا كمان في تقارير سابقة كمان أنه الأطفال ممكن ما يكونوا عاملين هاي التهم ولكن نتيجة التحقيق معهم نتيجة التعذيب وسوء المعامل اللي يتعرضون له بيعترفوا بشغلاتهم اللي مش عاملينها يعني بغض النظر على أنه الأطفال عاملين هاي التهم ولا مش عاملينها يعني الإش المطلق أنه التعذيب وإساءات المعاملة محظورة بشكل مطلق وفي كل الأليات الدولية وفي قانون الإسرائيلي زي ما بدعوا الإسرائيليين ألا بناء على عصيات الحركة العلمية للدفاع عن الأطفال تقريبا 60% من الأطفال اللي بتم اعتقالهم والتحقيق معهم وإساءة معاملتهم التهم الأساسية هي ضرب الحجار ألا في بعض الأطفال ممكن أكون في هناك تهم يعني أكبر مثل إلقاء زجاجات حركة أو حيازة أسلحة أو مواد متفجرة أو عضوية في منظمة محظورة بس بالرغم من ذلك سواء الطفل ارتكب هاي المخالفات أو لم يرتكب هاي المخالفات من المفترض أنه ما يتم تعذيبه وإساءة معاملته وأي اعتراض بتم الحصول عنه عليه بالإكراه من المفترض أنه ما يتم الاعتداد فيه أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية ولكن للأسف المحاكمة العسكرية يعني ما بتناقش أنه الطريقة اللي تم حصول الاعترافات أو دلة الإدامة ضد الأطفال عليها واللي بأكد هاي المسألة أنه 99.74% من الأطفال أو مش الأطفال يعني بشكل عامل حالة الاعتراف اللي بتكون عادي لا الفلسطينيين اللي تم عرضهم أمام المحاكمة العسكرية بتم إدانتهم يعني عمليا أقل من 3% إلى 10% من الناس اللي بنعرضوا أمام المحاكمة العسكرية فهو واضح النتيجة دائما فعمليا يعني المحاكمة العسكرية هي مصنع بتدخلتهم من هون بتطلع أحكام من الجهة الثانية فش سماع للرواية اللي تم اعتقالهم بالحديث عن نقل الأطفال يعني خلال المعتقلات فيه هناك بتم أخذهم لمعتقل داخل حدود الأراضي الفلسطينية وبعدين نقلهم لمناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتحديد هذا انتهاكا للمادة 76 نتفقية جينيفر الرابعة احكي لنا عن هاي النقطة بالتحديد يعني بالإضافة لأنه انتهاك لهاي المادة فيه هناك يعني صعوبة في التواصل بين الطفل وعائلته يعني الأطفال الفلسطينيين أو أي فلسطيني بتم اعتقاله من المفترض أهله يحصلوا على تصريح خاص حتى يتمكنوا من زيارته عملية الحصول على هذا التصريح ممكن أنه تستغرق ثلاث شهور يعني فيه كثير من الأطفال بتم اعتقالهم والإفراج عنهم بدون أنه يكون فيه هناك أي تواصل بينهم بين أهليهم جانب آخر الأطفال الفلسطينيين مش مسمحوا لهم بإجراء مكالمات تلفونية مع أهليهم خلال وجودهم في السجن فعمليا يعني الطفل الفلسطيني اللي بتم اعتقاله هو بتم فصله بشكل مطلق عن العالم الخارجي يعني حالي عن جد هي عن جد صعب يعني الطفل بهذا العمر بمنعه أن يشوف أهله بتعرض لحالات سوء وفيه معاملة حالات تعذيب أيضا اعترفات على شغلات مش عاملها كمان في حديث في مرات سابقة حكي أنه بتتم الاعترفات بدون ما يكون يعني ما بيكون فيه إشي مسجل كمان يعني بتم أنه كيف زي توثيق إشي كمان ما نحكى موجود فيها هلأ إيش دور الحركة في خمس شكاوى اللي قدمتوها للحكومة الإسرائيلية خاصة ليه حركة عالمية يعني يعني دورنا بشكل أساسي إحنا ما نقدم هاي الشكاوى زي ما حكينا أنه ما نتوقع أنه يكون فيه هناك إنصاف للضحايا يعني ممكن يكون فيه إنصاف بس يعني سواء كان فيه هناك إنصاف أو لم يكن فيه هناك إنصاف للضحايا احنا معنيين أن نتير هاي المسائل على المستوى الدولي ونبين أنه السلطات الإسرائيلية ما بتجري تحقيق محايد وموضوع ومهني في الانتهاكات اللي بتعرض لها الأطفال الفلسطينيين يعني عمليا احنا بشكل تقريبا شبه يومي من قابل وفود دولية لما نحكي لهم عن الانتهاكات اللي بتعرضوا إلها الأطفال الفلسطينيين أول سؤال بسألوه هل قدمتوا شكاوى ولا لا إلا إذا كنا إحنا مقدمين شكاوى يعني وجهة نظرنا بتكون أقوى يعني مثلا لما نحكي أنه مثلا خلال شهر واحد سنة الـ 2013 قدمنا خمس شكاوى ونكون إحنا مثلا في شهر عشر سنة الـ 2013 بالرغم من ذلك يعني لم يتم فتح تحقيقات في هاي الشكاوى اللي قدمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كيف بتم التعامل مع الشكاوى اللي بتقنمها للمحاكم الإسرائيلية؟ هي الشكاوى فيه مش يعني المحاكم هي لأجهزة إسرائيلية مهمتها أنها تحقق في هاي الإدعاءات إدعاءات التعذيب يعني لحد الآن يعني فيما يتعلق بالأطفال إحنا في الشكاوى اللي منقدمها منشترط أنه إذا هاي الجهات بدها تأخذ إفادة من الطفال من المفترض أن يكون فيه هناك محامة مع الطفال لأنه لا يعقل أنه إحنا نأخذ الطفال ونعرضه تقريبا لتجربة شبيهة بتجربة التحقيق لحاله بالضبط لحاله دون ما يكون فيه هناك نوع من الدعم لهذا الطفال فلما يكون فيه هناك يعني محامة هذا كمان بيحميه هو بالأمان وبالإضافة له هيك أنه إحنا منضمن مجرؤيات عملية التحقيق لأنه ممكن أنه الجهة الإسرائيلية اللي بدها تكون بالتحقيق في هاي الشكاوى هي بدها تثبت أنه هاي الإدعاءات هي إدعاءات كاذبة من خلال أنه يعني طفال وممكن أنه خلال عملية التحقيق يحاولوا أنه يسألوا أسئلة مش أكيد هاي مش الشكاوى الأولى اللي بتوجه له هاي المحاكم بالتحديد هل صار يعني سبق حدث أي تغيير من خلال الشكاوى اللي قدمتوها؟ يعني مش بس الحركة العالمية للدفاع الأطفال في كتير من مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية بتقدم شكاوى وبجوز هي مهتمة أكثر مننا على اعتبار أنه هاي هي مؤسسات إسرائيلية إحنا قناعتنا كمؤسسات فلسطينية والناس الفلسطينيين أنه مش مقتنعين في النظام القضاء الإسرائيلي وممكن أنه إحنا محققين في ذلك بس يعني هاي القناعة هي عمريا بحاجة لإثبات إلا أنه نثبت هاي القناعة ما بتهم إلا من خلال أنه نشتبك مع يعني نظام الشكاوى الإسرائيلي ونحكي أنه إحنا قدمنا هاي الشكاوى وبالرغم من ذلك ما صار في أي شيء بس يعني ما بكفي أن نحكي أن النظام القضاء الإسرائيلي هو نظام منحز للسلطات الإسرائيلية دون أن يكون هناك دليل يدعم وجهة نظرنا الآن الدليل هو عملية من خلال تقديم هذه الشكاوى وإحنا بالإضافة لتقديم هذه الشكاوى نعمل مناصرة حول الموضوع مثلا أصدرنا بيان بعد فترة رايحين أي مراسل يأتينا من الجهات الإسرائيلية نسلط الضوء عليها أنه مثلا فتح تحقيق في هذه الشكاوى وأي تطور يحصل نحاول أن نسلط الضوء عليها طبعا بس توقعتنا زي ما حكيت لك أنه ليس توقعت كبيرة ولكن برأيي موضوع التوثيق كمان جدا مهم يعني عادة ما بيتم هناك اعتقال عدد كبير كتير من الأطفال وخرق لقوانين وانتهاك لحقوقهم ولكن التوثيق كتير مهم وفعلا كمان ممكن يخلق حالة جدل مع المحاكم الإسرائيلية وزي ما قلت حالة اشتباك في الحديث عن المناصرة وكمان عشان احنا نتحدث مع جمهورنا ومشاهدينا ايش بتحس دور المواطنين العاديين يعني بنعرف أنه كان فيه حتى لو كان هو نوع من التكافل الاجتماعي مع العائلات مع الأطفال مع الحالات وكل شخص أكيد بقدر يقدم شيء عنده احنا بس طرحنا هذا الموضوع بالتحديد بنفكر دائما أنه كيف نقدر نخلق حالة من ددة الفعل عند الناس كمان فأنا بطريقة كون المجال انت كمان تخاطب الناس يعني التوثيق عمليا أنه لما نحكي حكي موثق بيختلف عن أنه نحكي قصص يعني هلأ الحكي الموثق يعني المؤسسة بتحول بشكل دائم أنه تحصل على إفادات من الضحايا نفسهم أو من شهود العيان حتى يكون فيه هناك أذل منسنت عليها والمواد اللي بنحصل عليها عمليا بتدخل في سلسل من الإجراءات قبل ما نصدر أي بيان أو تقرير أو أي أداء من أدوات المناصرة لأنه إذا كمؤسسة حقوق إنسان احنا بنتبر أنه الدقة والمستقية هي رسماننا إذا انضربت الدقة والمستقية عمليا بندرب رسالة حقوق الإنسان وإحنا توجهنا أكثر ممكن نكون أكثر للمجتمع الدولي وعمليا يعني ما باقتنعوش في القضايا اللي مرتبطة في المشاعر والمقدار اقتنعهم في القضايا المرتبطة بالحقائق يعني بالحقائق اللي بنفصل عليها يعني مثلا حتى إحنا في كثير من المرات يعني ممكن أنه ما نستخدم إفادة لأنه منشعر أنه يعني فيه ضعف في هاي الإفادة يعني في التسلسل الزمني لشو حصل مع الطفل يعني مثلا فيه هون ساعتين نقصات خلال هذول ساعتين شو صار فعمليا يعني الحقائق هي الأساس اللي بنسند إله في أي جهد من جهدنا هلأ فيما يتعلق بالناس يعني الأساس أنه يكون فيها تمثقة بمؤسسات حقوق الإنسان إحنا مش ممكن أنه نكون بأي تصرف إذا كان فيه هناك تأثير على مصلحة الطفل يعني إذا شعرنا في أي حالة من الحالات أنه هاي الشكوى أو هذا التوجه ممكن يأثر على الطفل بشكل سلبي بالتأكيد منحجم على الاستمرار في هاي الشكوى بس يعني في تعاملنا مع الأهالي كثير مرات منحاول أنه إحنا نقنعهم أنه ما في هناك تأثيرات سلبية على الطفل أو على الأهل في في حالة تمت الشكاوي يعني إحنا نتمنى أنه يكون الجميع يعني إحنا أول شيء نثمن دوركم والدور أنتم تعملوا باتجاه الأطفال يعني هي بتظلها حالة إنسانية اتجاه طفل قبل أنه حالة بيننا وبين العدو خلينا نحكي الاحتلال نتمنى أنه تكون الشكاوي يعني عم توصل بالردود خلينا نحكي شوي النوع من الإجابية لحتى توقف عمليات الاعتقال عمليات حتى نقل الأطفال يعني ما يكون فيه سجن انفراد لأيهم يشوفوا أهليهم يعيخدوا تهم مش عامينها يعني الموضوع هو كبير كبير جدا وإحنا ما حكينا ما رح نقدر نوصل للصورة الصحيحة أنه إحنا ما عانينا مع الطفل وإحنا هم لا مننسى الأطار النفسية ممكن أنه يعني تكون على الطفل ومثل ما حكينا أنه ما بتبين بشكل ممكن في كتير حالات ما بتبين يعني دغري بعد الاحتجاز بتبين بعد فترات التأثيرات السلبية ممكن تكون ويعطيكم العافي كمان أكيد أنتوا عم تعملوا بضول كتير مهم شكرا لكم شكرا لك شكرا لك محمي عيدة بقطيش مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال شكرا لك ولو أتلتنا إياه في البرنامج ألا أليم فيك أما هلأ خلنا نروح لموجز لهم الأنباء من قناة الفلسطينية وراجعين نستكمل فقرات برنامج الله يصبحكم بالخير اشتركوا في القناة